اشتركوا في القناة ودفاع حقوق محافظة نينوى والدفاع عن مصالح اهالها وصول الفاسدين الى قبة البرلمان يتحمل مسئوليته المواطن المصلي الذي يعد الضحية الاولى والاخيرة من خلال انخراط بعض المواطنين في الترويج للفاسدين وذلك بناء على ولاءات حزبية او انتماءات عشائرية او عدم وعي الناخبين وخصوصا البسطاء والفئات الهشة بخطورة بيع الاصوات ومنح بطاقاتهم الانتخابية للمترشحين للانتخابات او اولئك الذين يعتقدون ان مشاركتهم في الانتخابات لن تغير من الواقع ومن المشهد السياسي شيئا هذه العوامل والاسباب ساهمت بنسبة كبيرة في تدوير الوجوه النيابية نفسها والمنظومة السياسية ذاتها منذ سنوات وساهمت في اقصاء الاكفاء والنزهاء فعزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات فتح الباب امام الانتهازيين لاستغلال الفقراء وكسب اصواتهم ببعض المساعدات العينية والمبالغ المالية البسيطة وبذلك استقطبوا عددا من الناخبين وضموهم الى صفوفهم مع مناصرهم وبذلك ضمنا هؤلاء المترشحين قاعدة وجمهورا كفيلا باصالهم الى قبة البرلمان في ظل الاغلبية الصامتة والتي لم تشارك في الانتخابات فوز الفاسدين بعضوية مجلس النواب سيعمق من معاناة الاهالي في مدينة الموصل ولن تحقق المدينة اية مكاسب ما دامت المنظومة ذاتها تتحكم في دوالي بالدولة فالاعمار سيظل متلكئا والخراب والدمار سيستمر والمشاريع لن ترى النور مع استمرار استشراء الفساد وتغطية صناع القرار على الفاسدين بناء على مصالح مشتركة اقصاء المنظومة السياسية التقليدية في ميدانة الموصل يمر عبر عدة مسارات اولها استغلال الفرصة والمشاركة بكثافة في الانتخابات وتجنب العزوف عن التصويت ثانيها دعم ابناء المدينة من الوجوه الجديدة التي تتميز بالكفاءة والنزاهة والتي تسعى الى خدمة الصالح العام وثالثها تجنب بيع الاصوات او بيع البطاقات الانتخابية وربعها استخلاص الدروس والعبر من المحطات الانتخابية السابقة وعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية او الولاءات العشائرية التغيير ممكن والفرصة سانحة وتتطلب تظافر جهود الناخبين وقلب المعادلة السياسية والتصويت لابناء مدينة الموصل في اللحظة الحاسمة